اشتركوا في القناة بل أمام العالم أجمع اليوم كنا متأملين بالشكل الكبير نظهر بمستوى يليق بكرة السعودية ولكن لسه احنا في أولى خطوات المنديل هناك 32 منتخب يشارك في كأس العالم ومئات المنتخبات تتمنى فقط التواجد ليس فقط أن تفوز أو أن تتعادل أو أن تخسر تريد فقط أن يكتب اسمها بين 32 منتخب في كأس العالم عموماً الحمد لله على كل حال لسه احنا في أول خطوة مبارات افتتاح كان حضور جميل جداً من جماهير السعودية المؤازرة القنوات الإعلام الصحافة كل الجهات دعمت المنتخب السعودي دعمت الأخضر السعودي دعمت الصقور كعادتهم اليوم نتكلم عن المشاركة الخامسة للمنتخب السعودي نتمنى القادم أجمل للكرة السعودية لسه في أول الخطوات 90 دقيقة فقط مضت أمامنا 180 دقيقة نتمنى التفوغ ما بطول الحديث في برنامج عيش المونديال اليوم عيش المونديال راح نعيش الأجواء أننا رايحين لروسيا ولكن في الأراضي السعودية في أحد أكبر الفعاليات اللي نظمها هيئت الرياضة بشكل كبير وتفاعل الأخضر السعودي اليوم نحنا في جدة على طريق الملك عبد العزيز في خيمة الفعاليات يتلقى المباراة مباشرة لكأس العالم ثلاث خيام بشاشات كبيرة أكبر شاشة على مستوى المملكة تنقل مباراة المنتخب وأيضا مباراة المنتخبات العالمية إضافة لكذا هناك أيضا نقل مباشر للمباراة في أربع مدو في المملكة جدا ومكة ومنطقة الشرقية وأيضا الرياض نحن هنا للسديو الرئيسي من قل 60 دقيقة لكم كمشاهد عيش المونديال من جدة وأيضا نقزوا ملانا مراسلين في مكة ورياض والشرقين راح يلتحقون بينه وأيضا زميلي مهند الحميد في الستوديو من جدة هذه البداية في عيش المونديال نروح لكلب بسيط الأخضر السعودي بعدها راح بضيفي إن شاء الله نروح لكلب بعد نرجع من جدة المباشر لإيش المونديال عبر شاشة خنوات كي س اي سبورت اللي تنقلكم هذه الأجواء الاحتفالية في المونديال وليس طبعا في المواجهة الأولى للأخضر السعودي اللي تمنى التوفيق بلا شاء قلونا نرحب هذه اللحظات أحد الأسماء البارزة التي خاضت من مستطيل الأخضر كابتل سلطان السوادي حيكلة معنا عبر شاشة كي س اي سبورت سلطان وين الحيوية وين كذا النتيجة خلتك زعلال هالدرجة أكيد شي طبيعي نزال يعني يعني كل المملكة يعني اليوم كلها مع الأخضر وكلنا اليوم كنا متعملين خير بس نقول الحمد لله في القادة محسن جميل جدا شبال ما راح أتكلم معاك كلام تحليلي كلاعب معتزل واليوم في السيديو التحليلي لا 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 اليوم راح أتخذ معاك كلاعب كابتل بنادر رائد عمامك مستقبل موسم جديد وكبير جدا في دور النجوم الموسم المقبل اتمنى لك التوفيق يعني أنت لاعب جاهز وين جاهز تشوف زملائك أول 90 دقيقة ايش كنت تقول بذات الشطة الأول يعني في ذات المباراة كنا كلنا متحمسين يعني احنا كنا متعملين خير اليوم المباراة تكون يعني مو بهذه النتيجة يعني بالعكس يعني زينا زيهم يعني ممكن احنا لعيبة يعني نفكر نفس تفكيرهم يعني ننزل اليوم كنا متحمسين كنا يعني عشايفين يعني من السعودية جايين يعني يعني شايف انت كم طيارة يعني كله يشوف يعني اللي جاي من السعودية على روسيا يعني كانوا محبين يعني يعيدونا بس يعني الله ما كتب نقول الحمد لله من نعلم في القادم ان نفرح في العيد ان شاء الله ياب ان شاء الله طيب سلطان يعني يعني بما انك لاعب ما زلت يعني كما رسكورة القدم وانت تشوف اش كنت تتمنى اش كنت تتمنى انت كلاعب يعني شيفنا اليوم فيه اغلاط يعني بس يعني اشياء يعني بديهية يعني الاغلاط بديهية يعني نتناساها يعني يعني اشياء يعني عايدية يعني انت لو تشوفوا المنتخب الروسي يعني اليوم ما عنده هذاك الشي الكبير يعني اللي كان يقدر يفوز عليك بالنتيجة هذي بس انه هم ترى انضبطك تيك باحت هو بنظرك اشي اللي صار في المباراة اشي اللي صار هم احترموا قرطة القدم الفريق الروسي لعبوا خلف الكورة 11 لاعب وفاز بس معلين تقولت في البداية هم شاهدوا المباراة شاهدوا الكابتن سلطان السوادي الجميع شاهدوا المباراة في بداية اول خمس دقائق كنت متحمس هم شاهدوا ما شاء الله الشباب مبدعين يعني مسكوا كورة في البداية يعني يعني هذا كانت مبشر خير يعني لما تمسك كورة يعني في قاس العالم وقدم 74 ألف متفرج يعني تعرف يعني العرضيات المتخب الروسي العرضيات المتخب الروسي طيب كابتن اليوم نتيجة المتخب السعودو المتخب الروسي ممتعه اليوم امامنا الروباية امامنا مصر كيف رح تشوف المواجهات تنجلوا رح تأثر علينا نشوف احنا يعني كلعيبة يعني دامنا نتكلم مع بعض نتفادة هذه النتيجة واي شي سلبي نبعد عنه نفكر في الجاي ويكون يعني نفكر في الجاي ويكون يعني نكون يدنا في يد بعض وإن شاء الله يعني ما نطالع بره يعني بالأكس يعني إحنا كشاب سعودي يعني إحنا رح نوقف معهم رح نشجعهم نحفزهم يعني ممقصرين يعني الناس اللي في روسيا ولا الناس اللي في السعودية يعني شفت اليوم متفاعلين الناس في الخيمة الله يعطيهم العافية كلهم يعني يتمنوا له المنتخب يعني هجمه واحد يعني حتى المنتخب الروسي يتقدم ثلاثة يتفاعل مع الهجمة تمام كابتن اليوم الجوال الاحتفالية في الخيمة في بداية المباراة كانت ما شاء الله حماس الكل أخضر فأخضر بعملت الشرطة الأول انت بلت ربما الشرطة الثانية نطمح للتعادل بسبب أنه أحد الفهدفين مقدور عليها تعرف برهيان الشرطة المدربين يختلف أنت تلاعب وتعرف هذا الشي الشرطة الثانية خذنا النتيجة أكثر من الشرطة الأول تعرف انت يعني كنا حبينا نهاجم الشرطة الثانية كنا بنهاجم يعني وعني هاجمنا يعني وفكينا عن الملعب كامل يعني طيب مبارات للرقواي كيف تتوقعها؟ شو الرقواي أقوم من روسيا بشي كبير يعني تعرف انت الرقواي أكثر لعيبتهم يلعبوا في وربا يعني عكسر بننتخب الصير الروسي انتخب الروسي يعني نعيبته كلهم في روسيا ممكن عنده واحد اثنين بس واحترفين برا الدوري الروسي وين طموحنا في كاس العالم تتوقع؟ كم نقطة ممكن حق انتخب؟ يعني نتمنى نحن اربع نقط نتمنى يعني بالإمباراتين رقواي ولا مصر ممكن حقه؟ ناخذ نقطة من الرقواي ثلاث انقاط من مصر الصراحة كنت تتوقع خمسة صفر؟ الصراحة لا مكنت تتوقع لانه منتخب الروسي يعني ما كان منتخب القوي كم خم في بالك؟ اثنين واحد يعني تنتهي اذا مرة كانت الإمبارات يعني مشحول اذا احنا سيئين اثنين واحدة؟ لانه المتخب الروسي يشوف تصنيفه كم وانحنا المتخب السعودي التصنيف على كم هو بضحان التصنيف ما يكون هو تصنيف ما يكون يعني طيب لورقواي كيف توقعها؟ توقع ان شاء الله يعني هده ما قدر يفوز على لورقواي لنتعادل معه ناخذ نقطة منه نقطة من لورقواي نقطة من لورقواي ثلاثقات من مصر ان شاء الله اربعة نقطة ونلعب على الحفوب طب كابتن انت عشت اجواب جماهرية مع النادي الرائد مع نادي الاهري سابقا اليوم ممكن سبب رئيسي كان الحضور الجماهيري الضغط العالي لا بالعكس بالعكس يعني احنا لما لاعب يعني بلعب كاسعالم ويجي جمهور من بلدي يعني شوف المسافات كل هذي بالعكس يعني هذي طبوع يعني اللي جايين كلهم يعني بالعكس بس ان شبك في ملعب كابتن ضغط عالي جدا يعني انت عارف يعني ام كيف اعظم اللعبة ما قد لعبوا كاسعالم طرح حتى الفريق الروسي يعني نفسك يعني ما هو الفريق الروسي اللي اللعب والعيب تكون كل كاسعالم يلعبوا يعني احنا عندنا تجربة في كاسعالم اكثر منهم تكون نعم نعم عشان زكي كانت المشاركة الاولى طيب بعد مباراة ايطاليا بيرو والمانيا شوف يعني الحمد لله العب المباراة يعني كويس يعني مع اسكر يعني كان كويس يعني للمنطقة بالسعودي مرسا شايف انت لفترة الاخيرة اتوقف الدول الكثير عشان للمنطقة بالسعودي وكانت يعني طموح انا حتى احنا لعيبة اللي ما نروح للمنع اسكر وزي كده نتمنى التوفيق والله يوفقهم وان شاء الله يقدمهم السوق يعني مباراة افتتاح وفي يوم عيد نعيد مع اهلينه بس الحمد لله نقول نقول خيره طب كفتن اسماء اللي في المنتخب واسماء اللي في دكة الاحتياط انت تعارفها جيدا اليوم لوطوك وراء قوغلم قولولك اختر لنا تشكيله للمباراة الورقواي بعد مباراة اليوم روسيا واللي شفتها عطى تشكيل سلطان السوادي في كاس العالم مواجهة الورقواي انت تعرف الورقواي انت هنا اللي يعني عشان تعرفون كابتن سلطان السوادي لاعب تكتيكي بحت يعني بعضهم مدربين ممكن يؤمن بسلطانهم بشكل كبير للجماهير ما يؤمنون فيه لانه يعمل على الجانب التكتيكي بشكل عالي جدا عشان زكي انا يهم من السؤالك يوم شاف تشكيله لكابتن سلطان السوادي مواجهة روسيا قال كابتن مدرب بيتزي مكثف الوسط حتى حافظوا عن نتيجة ببداية امباراة اليوم امباراة الورقواي بتكون اكثر هجومية عندنا تجربة مع الورقواي قبل كله ولكن انت اش التشكيله اللي تشوفها المثل امباراة الورقواي خلناك حالس المرمى تعرف انت الورقواي يلعب عنده كافاني وعنده سواريز وهدافين الاثنين لاحظ لوحد الدور السباني واضح الدور فرانسي ولا ابدو بالحراس المرمى ابدو باللعب التصلياتين بابدايتها بالمنتخب.. ياسر مسيليم ياسر مسيليم العب ياسر مسيليم العب ياسر الشهراني وساما ومعتز والعبانه لان عباز وساما أكثر تعقلم من عمر وساما و العب هذا اللي لاحظت اليوم في مواجهته ايه والعب منصور الحربي على ظهر اليسار يعني وقفة منصور تفريق يعني على اليسار اهه جميل طيب خلصنا الدفاع وحرس المرمى ووسط هحط في الوسط عبد الملك وحط سلمان وتيسير ثلاثة ايه طيب يمين جناح هلعب سلمان وسلمان وش اسمه سالم سالم وبهبري وفاد المولد مهاجم غيرت تشكيلة كبتو انا حلعب حينصد المدرب للورقواي بكل دي نسوات جديدة علي ححاف انا يعني هذول اللعب اللي يمكن لعبه اكثر يعني في الموسم اللي فات يعني عندهم يعني لا بس انت اعتمد على كبتو عبد الملك الخيبري لاعب فقيل لاعب تقيلت نص الملعب لازم انا قفت من نص الملعب كورة بشكل جيد جدا صح ايصال الكورة ما هو زي عبدالعطيف عبدالعطيف يعني بالعكس يعني عبدالعطيف يلعب بالخبرة يعني ويستحود يعني شفت اليوم احنا استحوضنا ستين في المية شيء طلول على فريقة الروسي الروسي استحوال ثلبي استحوال ثلبي يعني احتاج ان انا اقوي الاطراف واقوي السرعة قدام تكون اسرع يعني شايف انت من جه اليمين يحيى ما هو بسرعة فهد ولا بسرعة سالف يعني انا الصراحة انا شوف انه انا العب قدام انا العب على مرتدة الا العب على شيء سريع هتلعب فهذا المولد يعني هتلعب بشكل دفاعي ويندي العب على المرتدات يعني هادو هي اللي شوف انت ما تشوف يعني في الدورة السعودية لما نجيك مدرّب تونسي لما نجيك مدرّب يعني عربي يعني حافظ الدوري بيجي مع فريق اقل ما الفرق اللي تنافس على الدوري شوف انت مدرّب العربي شوف دايما يفوز على الفرق الخبيرة لاحظها لأنه يعني يلعب بهذه التقتيق طيب جميل كابتن أبوصل معك النقطة قبل أن الحديث معك نقطة جدا مهمة وهي مسألة تواجدك في روسيا تليوم بتكلم التصفيات طويلة كانت صح وحظوظ الجميع اليوم بتكلم حظوظك أكثر من لاعب خارج المستطيل الأحمر بشكل كبير جدا خارج المستطيل الأخضر يعني ممكن فيه لعبة فيه أكاديميات صعبة عليهم أن تلعب في الدوري وما أنت تلعب درجة ثالثة أو ثانية ولا درجة أولى اللعب في ريق منتاز كيف كانت حظوظ سلطان السوادي من سنتين من روسيا يعني من سنتين أنا ممكن كنت يعني من ضمن الأسماء اللي كنت راح أستدعى بس الله ما رأت يعني صارت ظروف صارت يعني عشياء ما أحد يجري عنها أحد بالعكس يعني أنا معاهم وبظل معاهم حتى آخر لحظة أبرجع معك بهذا النقطة بك تواصلني فيها كنت تتوقع يوم من الأيام اسمك في تشكيلة روسيا وللا لكن أطلع الفاصل بسيط بدلنا رجالك في السلطان سهن؟ طيب أروح الفاصل بسيط بعد أرجع مع كابت النادي الرائد لتبذل التوفير كابت السلطان السوادي فاصل بسيط بعد أعود حياكم الله مشاهدين ومتابعين كي سي سبورت في عيش المونديالة أرجع مرتين لكابت السلطان السوادي بشكل مباشر كابت الكنت أسألك عن نقطة حظوظك في مشاركة كأس العالم أنا كنت تشارك في كأس العالم روسيا من سنتين تصفيات من كانت حبوبة للواحد كانت طموحي أن نوصل لك على سعال بالعكس أنه يمثلوا منتخبه الوطني أن نمثل بلاده جاءت فترة الموسم اللي قبل هذا حققنا المركز الخامس سوي صناعة قوي يعني كنت من أفضل صناعة لعبة الدوري يعني الناس كانت تقول هذا الشي يعني أنا ما كنت ملتفت لهذا الشي بس الناس كانت تقول بعدها جدت للرايد وكانت في عندي كانت تبغاني بس أنا بقيت في هذه الرايد لأنه كنت مرتاح والحمد لله يعني متأقلم مع النادي وإن شاء يعني الحمد لله ما جاءت هي يعني وانت شايف الموسم اللي فات صعبة شوية يعني مع السبع المحترفين والحمد لله كنت أساسي ثابت برضو يعني وكنت أنا استاهل أني أروح أنت ترامك استاهل أنت تواجد الكاس العام أكيد يعني طب جميل هل هي صعبة جداً على اللاعب لكون مشاركة لكل التصويات في آخر مباريات هل هي صعبة هذي نفسياً هذي صعبة أكثر من ايه هذي صعبة نفسياً يعني 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 يمكن هذي دروب يعني صعب شوية على اللاعب يعني ما تكون مشاركة في كامل التصويات يعني في آخر المرحلة الأخيرة يعني ما تروح صعبة شوية يعني طيب أنت كنت تتوقعت توقعت أنه يكون أسباب مضم الأسماء اللي راح تشارك في تصويات في براية الدين يا أكيد يعني كنت متوقع هذا الشي جاك وشعار أنه ممكن تشارك جاني 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 أنه أشارك في التصويات كنت مستدعى من تخب اللي كان في ألمانيا هذا؟ وما رحت ايه ما رحت ما رحت لأنه ما أدريش صار بس أنه راح لعب ثاني من النادي نفسه هل ممكن بسبب مو لأنه سلطان السوادي نعرف من النادي الرائد لا لا يعني ممكن بسبب أنه المركز صعب لا بالعكس يعني واحد يتنافسون عليه كثير لا بس أخذوا واحد لاعب من نفس النادي حقه يعني أنت لو ترجع للمعسكر حق ألمانيا ما أخذني اللاعب من نفس النادي ومن نفس المركز لا نتكلم أنه بعض الأحيان المركز يعني يصعبها عليكم وهذه الخانة مليانة لا بالعكس يعني أنت شايف الوسط في السعودية يعني تقدر تلعب يعني الصراحة يعني طيب بعد كاس العالم سلطان السوادي راح يشارك مع المنتخب بإذن الله يعني الواحد يتمنى يعني طموح أنه يشرف بلدي تدري ليس ألتك هذا السؤال كابتن لأنه اليوم سبع لاعبين محترفين صعبة جدا أنك تشارك مع فريقك الأساسي فما بالك مع المنتخب بالعكس يعني أنت تشيد حيالك كل واحد يأمن مقدراته راح تلعب على السبع المحترفين ما هي صعبة بين سبع المحترفين سهل أن يشارك سلطان السوادي أكيد سهل لا مو سهل يعني إذا ما اشتهدت إذا ما اشتغلت على نفسك راح تكون صعبة بس إذا كنت اشتهد وكنت مسويوا كل حاجة بتكون بالسهل الطريق على نفسك طيب قبل أنه الي قام معك كنت رايح الروسي سياحة كنت رايح اتفرج الابتتاح بس فرشت معنا هنا فرشت معكم تعرف يعني أنت أنا يعني بعد الشهر هذا يعني راح اروح القصيب وحاب أنه عيد مع لا هي الكنت ما شاء الله طيب دقيقة شفتوا معنا عشت المنديال أم لا عشت؟ أكيد عشت جدا غني على التعريف يعني بالفعاليات بالخيمة؟ أكيد خيمة المنديالية كنت رسلت لي اللوكيشن من كتر منسيت جدا طيب صراحة في الشاشة بتابعتم المباراة تحسنك في أرضية الملعام من ما شاء الله عن الشاشة كبيرة جدا وأشكر الناس اللي حضرت كمان حلت اليوم يعني في رمضان وقبل فطور يعني الوقت شوية كان صعب آخر فطور يعني العيد ومنتخب وأسواق وسلطان يحب يلحق السوق ويقول يخلص اللقاء ولا لا الله يطيل عافية سلطان السوادي نجم دوري السعودي وكبتن نادي الرائد شكرا لك شكرا لحظائك في البداية أحب أقول لك كل عام أنت بخير وأنت طيب وكل عام أنت بخير إن عاد علينا والعيد اليوم حضورك يا كبتن عبير الله سلي الله يطيقه العافية نجم نتمنى لك التوفيق حضورك ما حضرت في روسيا كأس العام إن شاء الله تبثل المنتخف محافل أكبر وأعظم لسه لعب شعب قدامك 24 سنة ما شاء الله قدامك العمر لسه على عب بعد أني داري بعد أني مدر بعد أني محلل الله أعطيك العافية شكرا لحظورك يا كبتن السلطان أي كلمة للعيد كل عام أنتم بخير وين عاد عليكم الله أعطيكم العافية وتحية العيال الروابي لأنه ما خلوه والله ما بالقوة جاء ما يحتاج صاحبه أهجب أصحابه أهجب ومين اللي جابوك؟ هما يا طي العافية شكرا كبتن السلطان السوادي اللي عاش معنا المونديال عبر شاشة كيس إس بورت ضيفنا الأول في برنامج عيش المونديال في أول حلقة من حلقاتها روح الفاصل بسيط بعدها راح بتضيف الآخر فما لله شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف تحضورنا بالعاشر؟ أول خمس دقائق عند جيبتك وبدأت تخوف طبعاً، بس أنه في تخوف الأساسي في كل الأحوال المتخوفين المباراة هذه ليست سهلة وكونها كمان بحضور سيد وليل عهد مباراة كبيرة جداً وحضوره تشريف للمتخب بشكل كامل أنه والله حضور هذا المفترض أن كنت أتمنى أنه يكون فيه تعادل بس بصرحة كم كنت أتوقع هذا؟ يعني أسوأ الاحتمالات اللي كانت خيرة على العويسي وعلها في كم؟ ولله 2 إلى 2 أسوأ الاحتمالات تعادل 4 أربعة أربعة بالعافية، فاهم bus إنك أتكلم بثمانا أهداف في أول مواجهة في المنوديال هي ضرور، وسأقول لك فاهم كخيال بس أسوأ احتمالاتك كانت عادل نعم كانت كعادل لأنه ما تمنيتها خسارة الأمانة للأمانة، لأنه بعيداً عن علي عويس أنه مغني للمتخبه لا، بس أنت، فأنت عمل أن اليوم تتقيس الشباب اليوم اللي عاملين على تحت مظلة عيشة المنديال في برنامج عيشة المنديال كانوا مرة متحمسين والله الكل متحمس متحمسين في البداية ومتحمسين في التجهيز وكل شيء شافوا النتيجة شوي جاءهم خمول أنا أقول لك حاجة الخيرة أتوقع الكل ما نام اليوم ولن ينام ولن ينام راح يكون حديث الساعة 5-0 5-0 والله جداً مؤمنة شوي بدأت على ليلة تعيد كمان يعني هوها بمشكلة حيكثر الحديث علينا بقى لنا مواجهتين أيوة مواجهتين إن شاء الله فيها الحديث إن شاء الله بس عن رقم نتيجة حبطاتك شوي هي محبطة أنت اليوم لما تلعب مع إيطاليا بيرو ألمانيا حبيب رسالي هي محبطة لكن رجعنا فيهم الخير أبارة إن شاء الله طيب مبارات الأرقواي كم تتتوقعها؟ ما أبغت تتوقع أي حدث لا تتتوقعها ما أبغت توقع أنا ما أبغت توقع ما أبغت توقع من اليوم ما أبغت توقع طيب مع مصر؟ مع مصر؟ تعادل مع مصر تتعادل؟ بتتعادل هل رقواي؟ هل رقواي؟ ما أبغت توقع بس ما هي تعادل؟ ما أبغت توقع ما هي تعادل؟ إن شاء الله فوز إن شاء الله إن شاء الله فوز على رقواي تعادل مع مصر؟ فوز أحدهم لا 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 أجل انتعرفون بس شايتمسكول على العباس سالفة هو كان يتوقع تعادل السعودية الروسية 4-4 صح ولا لا 2-2 ودين قال إذا أمر 4-4 صح بعدين تكلمنا على الرقواي والسعودية قال السعودية تفوز على الرقواي صحيح؟ أكد لي فقط صحيح أنا عارف كل شيء بمشيت الله ولكن السعودية والرقواي توقع فوز السعودية إن شاء الله السعودية ومصر توقع تعادل السعودية من مصر إن شاء الله أنا لا أريد أن أتوقع أقول لك لا أحب أن أتوقع لأنه بعد الغزين ما حكت اليوم صراحة شيء مو زع على الحالي زع على الكل الجميع نعم نعم بلا شك اليوم مشاركة وإن كانت غير جيدة في الشكل العام ولكن حضورنا بين المنتخبات العالمية طبعا هذا يحسب أيضا للكرة السعودية تتوجها في مديار روسيا 2018 نتمنى التوفيق في قادمة للأيام شاء الله شكرا العويس اليوم لو مشينا لدور 16 وبدعنا وتغيرت الصورة في شيء جديد؟ طبعا طبعا طلع شيء بوقق قياسي؟ كنت انتطلع شيء ثاني على طول جد والله والله صدق أتكلف وفي عندنا ما أخفيك في شعرة كثير رسلين نصوص لهم بالعكس ليس عندما هتصعب أن ن نفذ عمل ثاني في خلال وقت قياسي ماهوه صعب ممكن أخلص عمل يعني خلال يوم هذي قد صارت ترى صارت كثير معانا يعني صارت معاي قبل فترة برضو سوان بعيدة عن نغاني رياضية نغاني الوطنية في المناصرات اللي تيجي ما انت عام ممكن كان فيه ضغطة وفيه يعني تجهيز معين للعمل تمام فاجئ يجيك عمل مفاجئ غناي تلحق تنجزه خلال قياسي فضل بالعكس يعني قد صارت معانا وحنا متعودين على ال نقدر نقول تعاهل المنتخب الدور 16 يعني ان هناك اغنية في احتفالات راح تكون اكبر في السعودية بشكل عام هذا الشي طبيعي من غير ما نتكلم هذا لازم يصير طيب تروح روسيا انتهلنا دور 16 ان شاء الله هم تشعون لنا ان شاء الله حارفين دور 16 انا وانت انا اروح ان شاء الله نتمنى التوفيق طيب اخيرا علي اليوم السعودية وروسيا صفحة وانتهت تمام باللي فيها طبعا تمام ايش المأمول في امبارات الارقواي من الجماهير من الفنانين من الاعلام بالعكس نتمنى انه كمان يعني خلاص يشت الحماس اللي كان قبل امبارة نبغاه في القادم ان شاء الله وبالعكس هذه مرحلة وعدت القادم ان شاء الله اجمل نتفائل في القادم دائما ان شاء الله بالعكس اذا حققت الامال في الجاية احنا على وعدنا هننزل عمل جميل جدا وهنروح انا وانت وروسيا ان شاء الله ان شاء الله دور 16 ان شاء الله وعدكم باذن الله انا وانت في رحلة واحدة نطلع باذن الله علي امام الامبارات السعودية والارقواي امام الامبارات السعودية ومصر ايش اللي ايش اللي يطلب يعني اللاعبين في هذه اللحظة ينسوا المرحلة هذة اللي عدت خلاص يرفزوا في اللحظة اليوم اليوم في لخبطة مشاعر الناس تحتفلهم العيد وفرحات بذلك اللي تابع التايم لاين في توتر فرحات تبريكات شوي تلقى صحيح صحيح اليوم اللفنت وحتى ممكن ما نلوم اللاعبين حتى في خسارة اليوم يعني اوكي يتحملوا جزء الخطاء اللي صارت تمام لكن برضو الضغط اللي كانوا فيه يعني له سبب له سبب الاخبطة في الدربة اللي حصل معاهم لكن ان شاء الله في القادم تختلف الامور وتتحقق النتائج والامال بإذن الله اتمنى التوفيق يا هرر عشت المنديال معنا ولا لا؟ والله عشت المنديال معاكم ومعصار شفت الأجواء شفت الأجواء شفت الأجواء انها زايا والله زعل هذا والله زعل هذا ما شاء الله تبارك الله رح ارجعلك علي انتقل زميلي مهند الحميد برضو من جدة في الأجوال الاحتفالية في المنديال الروسي 2018 ومن طاعة الزميلي مهند شوف ايش عندك من جديد في عيشة المنديال هياك الله زميلي مصعب احنا متواجدين في طرف اخر من الخيمة الذي شاهدنا اليوم فيها مبارات المنتخب السعودي والمنتخب الروسي هارد لك لجميع الشعب السعودي حظ اوفر طبعا تمنين ان المنتخب يقدم على اقل نتيجة جيدة ممكن تفرح الجماهير طبعا مثل ما شفته كانت الصالة ممتلئة تماما بالحضور الجماهيري وقت الامبارات بعد الحضور طبعا الجمهور نص يعني غادر وبعض كان متواجد طبعا لكن عندنا بعض الجماهير السعودية ودينا سلم عن الامبارات وعن نتيجة الامبارات طبعا ونشوف ردود افعالهم بهذه الامبارات راح ابدأ طبعا باحد المشجين متواجد معنا اول شيء باتكلم قبل ما اتكلم عن الامبارات راح اتكلم عن الاجواء في خيمة عيش المنديال كم مشجع كيف شفت الاجواء هنا من جيشة الامبارات والله الاجواء لا يعلى عليها صراحة من ناحية التجزيع والحضور خدمولكم خدمات كاملة من ناحية الخدمات ما في ابداء طيب باصلك عن الامبارات يوم المنتخب المفروض انه كان يقدم افضل من كده لكن قدر اللهم اشافع والله والمنتخب الروسي كان ضغط عليهم بس برضه ان شاء الله المنتخب نتأمل فيه خيري ان شاء الله باذن الله الله المنتخب الروسي التوقعات اللي قبل المبارات كانت من الجميع السعودية والجميع والاعلام كان يقولك ان المنتخب الروسي تصنيفه ضعيف اضعف من المنتخب السعودي هذا اثر توقع اللاعبين؟ والله اثره والحاجة واللاعبين دخلوا متلخبطين بتشكيل تمدرب يعني انت عارف كم مبارة كانت وديه ما ثبت على الروتين معين هذا مشكلة بحب ذاتها ليش؟ عندك كل الفرق معروف رأس الحربة معروف أساسي المحاور معروفين أساسيين الدفاع أساسيين التلخبط هذا ما خلي فيه انسجام في اللعب ولا الفري كويس وانا متأكد راح يسوين شيء في المجموعات مبسوط في الأجواء هذه اللي شفتها اليوم هنا؟ جداً عشان اللي عجبك كثير شيء؟ الفرفارة اللي هنا الفرفارة اللي هنا قاجبتني أكثر شيء حلو الأجواء هذه تستمتع في المديار راح نشوفك مباراية ثانية مش شرط مباراة تمتاخل راح نشوفك مباراية ثانية تحبر؟ إن شاء الله مباراة وديا كانت تمام ألمانيا قدم بها منطقة مستوى جيد كل التفال توقع أن نحن ممكن نفوز على روسيا هذا أحساس كان جميع مشجعين السعودين؟ أكيد أنا أول واحد حسيت زي كذا قلت خلاص قدمنا مستوى جيد قدام ألمانيا فإن شاء الله نقدم مستوى قدام روسيا وقدمنا بس بناء الهجمة ما كان موجود وبس الكل السعودين زعلانين أكيد إن شاء الله نعوف من الجاي زعلان على الصبغة يعني ولا حتصب غاكتر؟ حتصب غاكتر للمرة الجاي اليوم يعني الكل كان يود يعني نعقل نتعادل بروسيا لكن قدر الله ما شاء فعل إيش توقع سبب خسار السعودين؟ الهجمات كل إيوة التشكيلة مو مصبوطة يعني المفروض يحدد قبل المباراة مين المواجب مين قلب الدفاع والأشياء ذي كلها بس ما كان كان لعبة شوائي كله أنا شاهدت شوفك حط صبغة شعار منتخب مصر الشقيقة دولة مصر الشقيقة وأيضا منتخب مصر بكرة مباراة مهم بالمصر توقعاتك هذه فوقعت إن شاء الله ننعب ضدهم يعني الفريق ما عنده عناصر رقوعه ما عندهم عناصر فإن شاء الله نعرف نبدع قدامهم بصلاحي سويها؟ بصلاحي سويها إن شاء الله إن شاء الله الله فيك الله إذن مصعب هذه كانت أراء بعض الجماهير المتواجدة معنا هنا في خيامة عيش المنديال مثل ما شاهدتم حضور جماهير كان وقت المباراة وأيضا ما زالوا بعض الجماهير يستمتعوا بهذه الفعاليات اللي متواجدين فيها أيضا معنا مشجعين ودهم يتكلمون ودك تفضفض شافك منه وتأشيره ودك تفضفض زعلان عن النتيجة الحمد لله شاركنا على أقل قدمنا مستوى أول شيء يا طيبين مساك الله في الخير الشيء الثاني هاردرك المنتخب الشيء الثالث بس لا نكذب على بعض كسعوديين في نقطتين نقطة الأولى إن ترى المنتخب رايح يشارك بالعناصر الموجودة الله يعطيهم العافية يبيض وجيهم بس احنا متوقعين ما رح يكون هذاك المستوى الكبير خلنا لا نكذب على بعض الشيء الثاني ترى اللي حصل اليوم في الملعب لعيبة يلعبون مضغوطين يخسروا الكورة بسرعة يعني ودينهم تهيئوا نفسيا أهم من أي شيء ثاني تكتيكيا الحمدلله 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 بيض الله وجيهم اللي انتمنى انتمنى بس انهم يوصلون للمرحلة اللي هو كويس نتجاوز بس لو حلم حلم نوصل الدول الثمانة لضايقنا اليوم والله صراحة ممكن البعض يقولنا مثالية أو شيء لا والله لضايقنا اليوم ودبنوا لعيبة احترموا الشخص الثاني في الدولة موجود معاهم في المدرج يعني شوي كان احترموا شيء لعبوا شوي يروح ينسون أي شيء ثاني يعني الله يبيضوا وجيهم نتمنى منهم إن شاء الله الأيام الجاية شيء عظيم شفتم أراء إذن زميلي مصعب مثل ما شاهدت أنتم مشاهدين الكرام هذه كانت أراء جماهير السعودية الحاضروا هنا معنا في خيمة عيش المنديال وقت حضور المنديال كان صراح حضور جماهيري كبير تتمنى الفوز للأخضر لكن لم يحالف لمنتخبنا الحظ وتعرف طبعا الآن الجماهير كلها تستعد طبعا نبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولعهد الأمين بمناسبة عيد الفطر المبارك وكل عام ونتم بخير لكل الشعب السعودي لكل يستعد للعيد ومنعيدين إن شاء الله للجميع ولأيضا جميع الجمهور السعودي للتنوي فقط خيمة عيش المنديال ليست فقط متواجدة فقط مبارات المنتخب هيئة الرياضة سهلت الخيمة هذه وجهزتها تقيبا لجميع مباريات المنديال ستكون معروضة هنا ومتوفرة هنا ندعو الجماهير السعودية المتابعة لكرة القدم وتحب كرة القدم شوف باقي هي المباريات وجميع المنتخبات هنا غير مبارات المنتخب إن شاء الله اللي ستكون مع الأرقواي ومصر نتمنى توفيق لمنتخبنا هذا كل ما لدي من هنا من زاوية أخرى من خيمة عيش المنديال زميلي مصعب أعود بالكلمة والصورة لك شكرا لك زميلي مهند دعتك البعافية في الأجواء اللي نقلنا إياها في عيش المنديال في جدة في الخيمة اللي جاهزتها الهيئة العامة للرياضة لنقل أحداث المنديال بشكل عام وخصوصا براية المنتخب السعودي القادمة أيضا اللي انتهت اليوم بمواجهة المنتخب الروسي انتهت خمسة مقابل صفر أمامنا متخب الارقواي وأمامنا متخب مصر ان شاء الله نظهر بالمستوى المشرف في المشاركة المنديالية أرجع لك علي هاي علي قل لي ابتسام الحزينة لا لا ان شاء الله خلاص ابتسامة عيد خلاص ننسى الكورة شوي ننسى الكورة ونفرح في العيد ومبارك كل في العيد الحمد لله علي عيد ومونديال بعد برجع عيد ومونديال من ناحية الصباح بعد المباركات ما هي الحديثة اللي راح يكون؟ طبعاً مبارات اليوم مبارات اليوم؟ مبارات اليوم بعدها عاد خلاص إن شاء الله نعيش حياته نعيش فرحة العيد لكن برضو ما حننسي نتمنى أن يكون فيها برضو نتكلم عن القادم في مبارياتهم جدام الفرقواي ومصر وهذا سيكون حديثة الكل ليس حديثة بس عالي والحول الكل بشكل عام البرازيل في مونديال برازيل بين أرضا وجماهيراً هزمت بنتيجة مرة كبيرة قوامها سبعة السنة هذه أول منتخبات تأهلت روسيا روسيا يعني أول منتخب تأهل بشكل مباشر حضورها وحضوضها ممكن تصير مرة مختلفة ظهرت في مونديال قبل مختلف في عام 2014 هزيمة بسبعة في أراضيها اليوم أول منتخبات التي افتأهلت تصل روسيا المتخب السلودة أول مواجهة خمسة المواجهة الثانية ممكن تختلف تغير نظرة والله يشوف كون ظهور المنتخب تمام في مباراة اليوم وهزيمته بخمسة صفر أتوقع لكل كان نرافض الفكرة هذه أنه يكون هزيمة بالرقم هذا يعني لغلب كان يقول له واحد صفر يعني بتعدي اثنين تعدي لكن هي الخمسة كانت هي وإضافة كده أنه تصنيف المتخب السعودي أعلم من تصنيف المتخب الروسي فعلا هذا اللي سبب الزعل الكبير للناس بشكل كبير فاهم روسيا سوت فازات وحصلت على النتيجة الكويسة في المبارا اليوم لكن إحنا نقول إن شاء الله قادمة في المنتخب يعني أحلى وأجمل وقلت لك حق قدام البراقواي إن شاء الله إحنا فايزين إن شاء الله إن شاء الله فايزين أمام مصر متعدلين إن شاء الله مصر فايزين خلاص غير ترائي غير ترائي خلاص أصبحت على الأوليس ما زعل خلاص أماني زعلات شاهدت ألبوس خلاص خلاص طيب جميل شدنا مشاهدينا نذكر بأن مواجهة المنتخب كانت مواجهة الافتتاح في روسيا إضافة لكده أمامنا منتخب الأرقواي أمامنا منتخب مصر للمنتخب السعودي إضافة لكده روسيا تواجدت في كأس العالم بسبب أنها الأرض المستضيف ما بدلت مجهود كما بدل المنتخب السعودي في آخر لحظات التصفيات حتى بلغ الحلم بوصوله لمنذيار روسيا 2018 اليوم الكل يتذكر هدف فهد المولد أمام اليابان وصعودنا على منصة الافتتاح أمام روسيا اليوم إحنا تواجدنا في المنذيار لابد أن تكون فخور وسعيد لابد أن تكون سعيد كما هو سعيد علي علي نسى كبارات 5-0 توقع فوز السعودية أمام الأرقواي توقع أيضا فوز السعودية أمام مصر بس باقي أخذ من علي النتاج السعودية الأرقواي كما نتيجة لتوقعها ما نتعدل أثنين إن شاء الله فارق أثنين أمام مصر بس أذكرك علي انتبعتم متخب الرقواي قريب ومصر يمكن قريب ورقواي أغلب لعباتهم في أوروبا تتكلم عن هداف كافاني هداف الدور الفرنسي الفارق كبير جدا تتكلم عن سورز هداف الدور الأسباني هل تتكلم عن فارق أثنين أنا تتكلم عن فارق أثنين الفارق اللي صعير فاهم يعني يعني شوف 2-0 ومتخب السعود 2-1 نقوله 2-2 ها غير رائع 2-1 برضو أرجع لك المنتخب المصري المنتخب المصري نتكلم عن بعض الأسماء أيضا محمد صلاح ما هو لاعب الكبير جدا ما هو لاعب محمد صلاح مش لاعب ايوه لكن مصر أساسي في المواجهة ممكن أن يكون لعب أساسي لأنه آخر مبرع له في المجموعة محمد صلاح ما هو لاعب ها غير رائع ها غير رائع ها غير رائع ما عشاء لي طيب وكي أنا والله بستعجل يلا قل اللي تأبي أبارك لك أولا الله يبارك فيك وأبارك المشاهدين سيزان السعودي إن شاء الله في العيد وننسى المرحلة اللي عدت وقدامنا مرحلة قادمة إن شاء الله جميلة لازم ندعم فيها الرجال المنتخب بالعكس هم في حاجة الآن لدعمنا لهم أنه والله نوقف جنبهم في الدعم بالكلام الطيب بدل التجريح وبدل الإساءة بالعكس هم قداموا مجهود جميل وهذا واجب مننا إحنا لهم ندعمهم بكلام الطيب من غير تجريح من غير إساءة من غير أي شيء إحنا معاكم ومنتخبنا والله يوفق إن شاء الله وياكم جميل أعطيك العافية شرفتنا ونورد كل سلام طيب وأنت في صحب السلام وأنت سعيد دائما الله أعطيك العافية يا جماعة ما شاء الله علي ما قصر قلناه لنبغا ببارك معنا في الستوديو منازل المنتخب وقالنا أول حاضرين شكرا لأكل لكم وتوجهنا على طول حبيب شكرا لكم مشاهدين أيضا أنتوا اللي عطتون جزء من وقتكم اللي تابعوا معنا عيش المونديال في هذه الأجواب اللي الكل عايم فيها ولخبطت المشاعر بين العيد وأيضا مونديال روسيا 2018 شكر أيضا لفريق العمل كامل بالاسم ما ودي أخص الاسم الجميع العمل في جدة والرياض والشرقية تمنى أن يكون وفقنا اليوم في أول حلقات نكون المستمرين معاكم حتى نهاية المونديال في الأجواء المونديالية في عيش المونديال وأيضا في الخيمة اللي مجهزت الهيئة عامة للرياضة في جدة ومكة والشرقية والرياض ورح بنقول لكم الحدث بشكل مباشر أول بأول بربط مراسلين حول المملكة وأيضا من أستيدي المباشر اللي يقام يوميا عبر كي اس اي سبورتس والمني أنا مصعب السيد الطيب باتحاية لكم وكل سنة وأنتم طيبين وفمان الله